السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الصغار معكم معلمتكم آية صيام من مدارس السابلة الثانوية كيف حالكم يا أحبائي؟ أتمنى لكم يوما جميلا اليوم بإذن الله سوف نكمل ما بدأنا به وهو درس الرابع عشر وعنوانه النملة النشيطة وسوف يكون عنوان حصتنا لهذا اليوم هو قراءة تفسيرية أي أن نقرأ الدرس قراءة معبرة وواضحة وجهرية وأيضا أن نستخرج القضايا اللغوية التي تعلمناها ونستخرجها دائما في كل درس هيا بنا نتعرف إلى النتاجات لهذا اليوم أولا يقرأ الدرس النملة النشيطة قراءة جهرية سليمة ثانيا يتعرف معاني المفردات الآتية خزانة دع فائدة ثالثا يستخرج بعض القضايا اللغوية ويوضحها رابعا يستنتج الفكرة الرئيسة من الدرس خامسا تنمو لديه حب العمل والنشاط هل أنتم مستعدون أحباء الصغار لنقرأ الدرس سويا هيا افتح كتابك صفحة 56 وانتبه وتبع معي هيا بنا نقرأ الدرس قراءة معبرة وجهرية النملة النشيطة جمعت النملة الطعام وخزانته للشتاء كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني قالت له النملة اجمع الطعام ودع الكسل الشتاء قادم لم يهتم الجندب بكلامها نزل المطر دخلت النملة بيتها جاء الجندب إلى النملة جائعان طلب إليها شيئا يأكله أعطته النملة بعض الطعام قال الجندب شكرا لك يا عزيزتي تعلمت منك فائدة العمل والنشاط هيا نقوم بقراءة درس مرة أخرى وقرأ معي النملة النشيطة جمعت النملة الطعام وخزانته للشتاء كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني قالت له النملة اجمع الطعام ودع الكسل الشتاء قادم لم يهتم الجندب بكلامها نزل المطر دخلت النملة بيتها جاء الجندب إلى النملة جائعان طلب إليها شيئا يأكله أعطته النملة بعض الطعام قال الجندب شكرا لك يا عزيزتي تعلمت منك فائدة العمل والنشاط بعدما أنهينا قراءة الدرس أحباء الصغار هيا نقوم بتفسير معاني الكلمات التي في درسنا النملة النشيطة جمعت النملة الطعام وخزانته للشتاء في يوم من الأيام كان هناك نملة تقوم بجمع الطعام لمن؟ لنفسها لأي فصل من الفصول؟ لفصل الشتاء جمعت النملة الطعام وخزانته للشتاء خزانته بمعنى اتدخرت أو وفرته خزانته أو اتدخرت أو بمعنى آخر وفرته لأي فصل؟ لفصل الشتاء كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني من كان جارها؟ جارها الجندب كان يأكل ويلعب ويغني النملة كانت نشيطة ذهبت وجمعت الطعام وخزانته لأي فصل لفصل الشتاء أما جارها الجندب كان جالسا يأكل ويلعب ويغني قالت له النملة اجمع الطعام ودع الكسل الشتاء قادم ماذا نصحته النملة؟ نصحته وقالت له اجمع الطعام ودع الكسل دع الكسل؟ دع معناها اترك معنى دع اترك اجمع الطعام واترك الكسل أيها الجندب ان الشتاء قادم شتاءات اطرح سؤالا عليكم هل اهتم الجندب بكلامها؟ هل اهتم الجندب لكلام النملة بما نصحته؟ لا لم يهتم الجندب بكلامها جاء فصل الشتاء ونزل المطر وعندها دخلت النملة بيتها يا ترى من جاءها؟ جاءها الجندب جارها جاءها الجندب جاء الجندب الى النملة جائعا طلب اليها شيئا يأكله ماذا طلب الجندب من النملة؟ طلب شيئا يأكله احسنتم هل النملة؟ اعطته الطعام؟ نعم اعطته النملة بعض الطعام قال الجندب شكرا لك يا عزيزتي ماذا قال لها الجندب؟ قال الجندب شكرا لك يا عزيزتي تعلمت منك فائدة العمل والنشاط تعلمت منك فائدة ما معنى فائدة يا ثاني؟ فائدة العمل والنشاط فائدة هنا معناها منفعة ما معنى فائدة منفعة؟ قال لها الجندب تعلمت منك فائدة العمل والنشاط أن يكون نشاط وليس كسولا أن يكون نشاط مثل النملة والجندب إنه كان كسول تعلم فائدة النشاط والعمل من النملة هيا بنا أحباء صغار نقوم باستخراج القضايا اللغوية التي نستخرجها دائماً في كل درس من دروسنا للغة العربية نبدأ أولاً من أقسام الكلام التي هي الأفعال نبدأ بالفعل الماضي من يستخرج لي أفعال ماضية في هذا الدرس؟ أحسنتم أول فعل ماضي هو جمعت كان قالت نزل جاء طلب قال وتعلمت هذه كلها أفعال ماضية نأتي إلى الفعل المضارع أحسنتم يأكل ويلعب ويغني هذه جميعها أفعال مضارعة أيضاً كلمة يهتم أيضاً فعل مضارع نأتي إلى آخر نوع من الأفعال وهو فعل الأمر أحسنتم كلمة اجمعي أيضاً وكلمة داع إنها أفعال أمر أحسنتم ونأتي إلى القسم الثاني من أقسام الكلام وهو الاسم أسماء في الدرس النملة أحسنتم أيضاً الجندب هذه أسماء أحسنتم وأخر نوع من أقسام الكلام وهو الحروف تعلمنا من الحروف حروف الجر من يستخرج لي حرف جر؟ إلى أحسنتم للشتاء اللام حرف جر أحسنتم أيضاً أيضاً حروف جر بكلامها حرف الباء هنا حرف جر أحسنتم الاسم الذي يكون بعد حرف الجر ما اسمه؟ أحسنتم اسم مجرور ويكون علامة جره الكسرة مثل النملة إلى النملة النملة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة أحسنتم أحباء الصغار هيا نستخرج أيضاً كلمة تحوي تنوين فتح كلمة تحوي تنوين فتح أين هي؟ أين هي؟ أحسنتم كلمة شكراً شكراً كلمة فيها تنوين فتح كلمة فيها تنوين ضم أحسنتم أحسنتم إنها قادم كلمة قادم تنوي نظام أحسنتم نأتي إلى نوعي اللام التي تعلمناها اللام الشمسية واللام القمرية نستذكر سويا ما معنى اللام القمرية اللام القمرية هي اللام التي تكتب وتلفظ ويوضع عليها السكون مثل كلمة الجندب الجندب هي لام قمرية وأيضا كلمة المطر إنها أيضا لام قمرية نأتي إلى اللوع الثاني من أنواع اللام وهي اللام الشمسية اللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تلفظ ويوضع على الحرف الذي بعدها الشده أحسنتم هي اللام التي تكتب ولا تلفظ ويوضع على الحرف الذي بعدها الشده مثل النملة النشيطة أحسنتم أيضا كلمة الشتاء إنها لام شمسية من يستخرج لي أيضا أعزائي الصغار كلمة أو جملة تسمى أسلوب نداء تسمى أسلوب نداء مثل ما أقول يا أيها يا أيتها أحسنتم إنها كلمة إنها يا عزيزتي إنها أسلوب نداء أحسنتم ومن يستخرج لي اسم مؤنث؟ النملة أحسنتم النملة أسمى مؤنث لأنها تنتهي بتاء مربوطة تدل على المؤنث النملة مؤنث كتبت التاء جمعت النملة هذه هي ثاني تسمى تاء التأنيذ الساكنة تاء التأنيذ الساكنة جمعت النملة تقول بما أن اسمها ساكنة لماذا كسرت؟ لماذا كسرت؟ لأنه إذا وضعت هنا التاء ساكنة واللام ويكون النون الحرف الأول منها لأنها مشددة الأول ساكن وهنا ساكن فلا يجوز أن يكون الساكنان بجانب بعضهما لذا كسرت لذا قلنا جمعت النملة جمعت النملة جمعت النملة كسرت هذه التاء لكن اسمها تاء التأنيذ الساكنة لأن جاء بعدها كلمة النملة اسم مؤنث أحسنتم من يستخرج لي كلمة يتوسطها همزة كلمة يتوسطها همزة أحسنتم إنها كلمة يأكل كلمة يأكل كلمة في وسطها همزة ومن يستخرج لي كلمة فيها همزة قطع كلمة فيها همزة قطع أحسنتم كلمة أعطته أعطته همزة قطع أعطته همزة قطع وهمزة وصل من يستخرج لي همزة وصل أحسنتم كلمة اجمع كلمة اجمع همزة وصل أحسنتم أيضا همزة الوصل تكون في اللام الشمسية واللام القمرية تكون دائما بجانب اللام هي همزة الوصل هيا نقوم بتأكيد المعاني كلمة خزنته أي بمعنى ادخرت أو وفرته كلمة دع معناها أترك وكلمة فائدة معناها منفع وأيضا أسلوب النداء وهي يا عزيزتي يا عزيزتي أسلوب نداء وفي الختام عزيز الطالب قم بحل ورقة العمل التالية قمنا بالاستخراج سويا هيا قم عزيز الطالب بمفردك بحل ورقة العمل والسؤال فيها بالعودة إلى نص القراءة النملة النشيطة استخرج من الدرس كلمتين لام قمرية لام شمسية اسم مؤنث حرف جر زائد اسم مجرور همزة وصل حرف مشدد فعل ماض ضد كلمة كسول ما ضد كلمة كسول تاسعا كلمة تنتهي بتاء مفتوحة عاشرا تنوين فتح إحدى عشر تنوين ضم إثنى عشر فعل مضارع وثلاثة عشر أسلوب نداء هيا أحباء الصغار قوموا بحل ورقة العمل وإلى هنا نكون قد انتهى الجزء الثاني من درس النملة النشيطة إلى اللقاء شكرا 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 شكرا